الى الشأن الليبي اذ تعقد اجتماعات غير رسمية في بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط بين ممثلين عن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ومجموعات مسلحة في غرب ليبيا تمثل قوى عسكرية وسياسية واجتماعية مؤيدة لحكومة عبد الحميد البيبة المنتهية ولايتها وبحسب مصادر الحدث فقد اتفق قادة خمسة خمس كتائب عسكرية منهم مع ممثلين عن حفتر على تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار وتجنب اي تصعيد في العاصمة الترابلس ومحيطها وعدم العودة الى الاقتتال بين الليبيين وحل القضايا الخلافية بما فيها مسألة شرعية الحكم بالطرق السلمية قرأت مصادر الحدث ان الاجتماع ناقش بناء توافق بين قوات غرب وشرق ليبيا وسبول توحيد الاجهزة والمجموعات الامنية والعسكرية المختلفة كما بحث الاجتماع مستجدات الازمة السياسية خاصة فيما يتعلق بالمسارين الدستوري والتنفيذي مع تفاقم مشكلة شرعية السلطة فاشار مصدر قريب من الاجتماعات ان الاطراف اتفقت على تأجيل الحسن في النقاط الخلافية لجولة جديدة من المشاورات ستعقد الاسبوع المقبل في بوزنيقة